ناحيته قال النائب عن تحالف سائرون رامي السكيني للرشيد إن وجود رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في الاجتماع الذي ضم كتل تحالف الإصلاح والإعمار النيابية وبحضور جميع قياداته مهم جدا لمناقشة برنامجه الحكومي خصوصا بعد مرور أكثر من مائة يوم عليه وتوضيح التلكئ الحاصل فيه صراحة وجود رئيس مجلس الوزراء في هذا الاجتماع مهم جدا خاصة في توضيح التلكئ الحاصل في تطبيق البرنامج الحكومي 121 يوم لم نجد هناك الجدية الواضحة والحقيقية لاستكمال المشاريع الاستراتيجية استكمال الكابينة الوزارية ظاهرة تولي المناصب بالوكالات رغم أنه وعده في الشهر السادس هو وعد غير صحيح هذا التأخير في هذا الملف سلبية واضحة على عادل عبد المهدي عادل عبد المهدي بهذه الأداء لا يعطي جوابا مقنعا للمواطن قبل أن يعطي جوابا مقنعا للكتل السياسية تقريب السلوك الناضج بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في نفس الوقت الأزمات المتوفرة والحالية والمفاجئة في نفس الوقت كحادثة الموتى العبارة في موصل السيولة التي جرفت كثير محافظات وخاصة محافظة الوصرة الأزمات التقشف لا يوجد هناك خزين استراتيجي معتد بي كثير من المعوقات بين الوزارات هذه مشاكل والسياسة النقدية والمالية والمائية لهذا البلد تكاد تكون غير واضحة أمام عادل عبد المهدي يعطي ببرنامج حكومي يكون بطيء الأداء بطيء التطبيق في نفس الوقت وغير مقنعا وكأن حكومة ردت فعل وليست حكومة أفعال